الله أكبر الله أكبر الحمد لله وفي العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله أثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأباقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ربنا ولك الحمد الله الله أكبر الله الله أكبر أكبر أحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله 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 أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد الله 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 أكبر الله 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 أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله الله أكبر سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق وقولك الحق ولقاءك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك أنابنا وبك خاصرنا وإليك حاكمنا فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصاهب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك وفضلك وجودك ومنتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك ما عبدناك حق عبادتك ولا شكرناك حق شكرك اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى اللهم اجمعنا في الفردوس الأعلى مع آبائنا وهمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اجمعنا في الجنة من غير حساب ولا عقاب اللهم اجمعنا في الجنة من غير حساب ولا عقاب برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر أعمالنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عنا اللهم اخدم لنا شهر رمضان بربارك اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا من النار برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا ذا الجلال والإكرام وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأيدك اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وولي عهده الأمين لما فيه خير للإسلام والمسلمين اللهم وفق جميع أولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم انصر جنودنا المرابطين على حدود بلادنا اللهم انصرهم نصرا مؤثرا عاجلا غير آجل اللهم ردهم إلى أهليهم سالمين غالبين منتصيرين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم عليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أرقونا صغارا اللهم من كان منهما ميتا فأنزل على قبره شآبيب الرحمات وافسح لهم في قبره مد بصره واجمعنا به في جناتك جنات النعيم ومن كان منهما حيا فأطل في عموره وأحسن في عمله واختم لنا وله بخاتمة الإحسان اللهم إنا عبيدك بن عبيدك بن إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك بكل اسم سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسابقنا إلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا اللهم اجعله حجة لنا بين يديك برحمتك وفضلك وجودك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته وتوكل عليك فكفيته وتوكل عليك فكفيته واستغفرك فغفرت له اللهم إنا نعود برضاك من سخاطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي زناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر 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 سلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا